اذا الانسان لا يعرف فرعا من فروع الدين هذا اذا مات ليس موته موت جاهلية لان موت الجاهلية يعني موت كفر موت شرك موت ضلال هسه اذا واحد لم يعلم بفرعا من فروع الدين افرض فهذا واحد في قرية نائية من المسلمين ما كان يدري ان الزكاة واجبة مثلا فمات هسه اذا مقصر في جهله معاقب لكن هذا مسلم عاصن واذا مو مقصر يعني قاصر فليس معاقب حتى لان الله لا يكلف نفسا الا ما اتاها لا تحملنا ما لا طاقة لنا به المسلم العاصي ليس موته ميتة جاهلية لان ميتة الجاهلية ميتة كفر وشرك وظلال فاذا واحد لا يعرف امام زمانه ومات والرسول يقول ميتته ميتة جاهلية فهذا معناه ان الامامة من اصول الدين مو فقط اصلا الامامة بل معرفة امام الزمان منو الامام في زمانك هتقول ما ادري هذا يسبب انه اختلال وخلل في اصول الدين ميتة كفر وشرك ميتة كفر وشرك